كتاب يقول فوق كل تحفظ أحفظ قلبك والحكيم سليمان بيقول أيضا مدينة منهدمة بلا أسوار إنسان لا سلطان له على روحه إحنا طلعنا في بيئة ما فيهاش حد بيعلم للنشء كيف يفكرون وكيف يجيبوا على هذا السؤال فسبونا في وسط المجتمع والأطفال والجيران والتلفزيون والميديا وكل ده عمال يشتغل في ادمغة في عقول النشء ومحدش بيعلمه يتصرف إزاي مع هذا الذي يحيط به والنتيجة بقى إن بتخرج أجيال متبرمجة بهذا الخليط من اللخبطة على الضلال على الصح على الغلط على المعرفة على عدمه اللي انت شايفه ده كله السؤال بتاعك الإجابة بتاعه إيه؟ الإجابة عليه إنه نعلم أولادنا وندربهم على أن يحافظوا على إناء عقولهم نقيا من الشحن السلبي لا أترك عينية تقول في الكويس والوحش لما يبقى اللي قدامي وحش أحول عيني أقفل نظري أطفل تلفزيون ما سيبش الوحش السلبي الهدام الجارح يدخل من عيني ما سيبوش يدخل من وداني ما هي ديه منافذ المعرفة يا عيني يا ودني اللي بيدخل من عيني ومن ودني هو اللي بيصبح فكرة وخبرة متخزنة جوه عقلي وجوه قلبي وجوه كياني طيب يبقى أنا اللي أدخله من حال الأصل هو كل ما هو إيجابي وأمتنع عن أن يدخل إلي ما هو سلبي سواء بالعين أو بالفكر طيب حييجي السؤال اللي بيقول المسألة مش كلها في إيدي ما أنا بلاقي واحد بييجي يحكي لحكاية أو بسمع خبر أو بشوف أشياء سلبية فبيدخل جواي أعمل إيه؟ هي نفس الفكرة دلوقتي أنا قاعد أكتب مقات وانا بكتب كتبت جملة أنا أرى أنها لم تعبر عما أريده صوابط بمساح وأعيد كتبتها دخل إلى زهني فكرة أو معلومة أو تأثير خاطئ سواء من المشاهدة أو من السمع أخرجه أرفضه أعمل إحلال للمادة الإيجابية مكان السلبية يعني جاء من يكذب علي ويقول لي أن أبوك حدثت له حادثة ومات في الحادثة الخبر جرحني وآلمني وهو كذب قبل ما يستولي علي الحزن من الخبر اللي هو جاي يقوله لي أتحقق فإذا تحققت وتبين أنه بيكذب علي وأن الحادثة لا ما ماتش ولا حاجة أنه مجرد حصل إصابة وبيتعالج منها بقى فيه المعلومة البديلة اللي تعمل إحلال محل المعلومة الكاذبة اللي جرحتني وآلمتني وهكذا طيب المعلومة صادقة وأبو يمات فعلا وهذا وارد كيف ينبغي أن أتعامل مع الخبر المؤلم هل أتعامل معه بانهزامية أم أتكيف معه وأواسي نفسي وأفكر كيف أواجه الموقف وهكذا فإذا مواجهة الفكرة السلبية أو الجارحة بأن أنتصر عليها أو أعالجها أو أكشفها أو أطردها يعني بحسب نوعية الفكرة ما بقاش أنا سلبي وبقى أطلقى الجراح والصدمات والسلبيات وأسبها تشتغل في كياني ولكن أتواجه معها أول بول إما بأن أمنعها من الدخول أو أن أتعامل معها التعامل الصحيح أو أرفضها أو أعمل لها إحلال أو أعمل حلول بحيث أنه لا يستولي علي ما هو سلبي وما هو جارح وما هو مفشل وما هو محبط ولكن أصد وأغير وأصحح ما هو سلبي وأطرده فيستقر في كياني الاتجاهات الإيجابية ردود الفعل الإيجابية الأفكار الإيجابية وأطرد ما هو السلبي اشتركوا في القناة